أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن المشاركة الإيجابية للمملكة العربية السعودية الشقيقة في دورة الألعاب الأولمبية توكيو 2020 تمثل الوطن العربي خصوصا مملكة البحرين في ظل الروابط المتصلة بين البلدين الشقيقين وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في برقية سموه المهنئة إلى صاحب السمو الملكية الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيزة لسعود وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية عن فخره واعتزازه بالنتائج الطيبة التي تحققت في الدورة في ظل الجهود البارزة التي بذلها الأمير عبد العزيز بن تركي وحرصه على تهيئة الأجواء المميزة لكافة الرياضيين السعوديين المشاركين في الدورة وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن حرمان البطل السعودي طارق حامدي من الميدالية الذهبية في منافسة الكاراتيه بقرار من حكم المواجهة سيكون دافعا للرياضة السعودية في تحقيق النتائج الإيجابية في المشاركات القادمة وأشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالنتائج الطيبة التي حققتها المملكة العربية السعودية في دورة الألعاب الأولمبية متمنيا للشقيقة الكبرى دوام التوفيق والنجاح في مختلف المجالات ومشيدا سموه بجهود كافة البعثة السعودية من لعبين وإداريين ومدربين ترجمة نانسي قنقر